مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء خريفية مائلة للبرودة وهطلت زخات من الأمطار على أجزاء من شمال ووسط المملكة صباحا وبلغت العظمى في عمان 16 درجة مئوية من خلال صور الإقمار الاصطناعية نلاحظ تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة من شمال ووسط المملكة هاي الليلة انخفاض على درجات الحرارة وبتكون الأجواء باردة ورطبة ويتوقع تشكل الضباب في مناطق البادية الشرقية ليلا وبتوصل درجة الحرارة 8 درجات ورطبة 93 أما الرياح جنوبية غربية غدا ويومي الاثنين والثلاثة ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء خريفية مائلة للبرودة نهارا وباردة ورطبة ليلا وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل17 وبتنخفض بالليل ل11 درجة بننتقل الآن لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليومي غد في باقي مناطق المملكة إربة 29 وغدا 20 عجلون أجواء صافية 8 وغدا 18 جرش 8 وغدا 20 درجة في المفرق بتسجل درجات الحرارة 7 وغدا 19 الزرقاء 7 وغدا أجواء غالبا مشمسة 20 درجة مئوية في السلط بتسجل درجات الحرارة 10 وغدا 17 مادبة 7 وغدا 18 مطال ملكالية 6 وغدا 20 درجة مئوية في البحر الميت بتسجل 14 وغدا 23 الطفيلة أجواء غالبا صافية 8 وغدا 14 الكرك 6 وغدا 15 درجة في معان 4 وغدا 17 في العقبة بتسجل درجات الحرارة 12 وغدا 25 نهاية برويشد 7 وغدا 18 وبالانتقال لصور كميات الأمطار المسجلة من صباح يوم الجمعة حتى صباح يوم السبت في إربد واجرش 23 أما المفرق والزرقاء 5 عجلون 20 البلقاء 5 غرب عمان 9 وشرق عمان 7 في مادبة 7 الكرك 3 جنوب عمان 14 والطفيلة 2.7 أما بالانتقال لفرص الأمطار المتوقعة في مدينة عمان يوم الأربعاء 25% أما يوم الخميس 85% ويوم الجمعة 75% أما يوم السبت 40% وبالانتقال للملخص الحالة الجوية أجواء مستقرة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس بارد ليلا ننتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية موسيقى موسيقى وصلنا لنهاية النشا شكرا لحسن المتابعة ودالي ليلا موسيقى